اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه والحنطة وانه ليس انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض اختاف الجنس حتى قلت تصل الى نصاب الزكاة ونصاب الزكاة في السمر والحبوب كمان على انها خمسة اوصق فقال لا يجمع وانه ليس عليه في شيء من ذلك الزكاة حتى تكون في الصنف الواحد من السمر او في الزبيب او في القطنية القطنية في السورية والعدس والحمص وغير ذلك فهذه اجلاس مختلفة والاجلاس المختلفة لا يجمع بعضها الى بعض ونصاب الزكاة في الحبوب والثمر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس في مدونة خمسة اوصق من التمر صدقة ومن عنده خمسة اوصق من التمر او زبيب ليس عنده خمسة من طنب وان كان الصنف الواحد من تلك اصناف الاختلاف انواعها ما يبلغ خمسة اوصق ففيه الزكاة سواء العوش او نصف العوش على ما ساعة تفصيله لكن نصاب الزكاة في الحبوب لا يكون الا ما بلغ خمسة اوصق فإن لم يبلغ خمسة اوصق فلا زكاة فيه وتفصيل زكاة ان يجد يخطع الرجل من التمر للنقل خمسة اوصق وان اختلف اسمائه كبرني وصحاني والوانه واجناسه قال بعضهم والمدينة يسمون كانوا يسمون النخلة كله الوان لا الوان ما قال البرن والعجوة قال ابو حاتس من الوان الدقش فنجمع بعضه الى بعض يعني كل الاصناف المختلفة تحت جنس واحد وهو اطم كله اطم الجهد والراقي وغير ذلك كله يشتمع بعض مع بعض فإن كان فيه زكاة فإن لم يبله خمسة اوصق فلا زكاة فيه للنقص عن النصاب وكذلك الحنطة كلها السمراء يعني تسمر سماء ديارة سمرتها والبيضاء تعني تسمر البيض لبيضها والشعير والسلت كل ذلك صنفا واحد فالحنطة والشعير والسلت كله صنفا واحد فيجمع بعضه بعضا pixar إذا بلغ خمسة اواصق كان فيه زكاة وإن لم يبله خمسة اواصق فلا زكاة فيه فإذا حصد الرجل من ذلك كل خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض واجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وبهذا قال حسن وطووس والزهري وعكيمة وحنيفة والشافع وأحمد وأبو سوء وقال الشافع وأحمد وأبو سوء قالوا لا تجمع الشعير والسلط لأنه مختلفة جنسان مختلفة لا تنقل حب أعرف عرفة باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلافة في الخلقة والطعم إلى غيرها قال البادي وتعاونة مالك قال الشعير والسلط لجمعان لأن الهدف واحد أو العمل واحد أما الشافعية والحنابلة وأبو سوء وأحتها فيها قالوا كل حبة تختلف عن الأخرى واختلاف الاسم يؤدي إلى خلاف اختلاف الجنس فلا يجمع بعض هو على بعض قال البادي ولا تجرى أنه مبينة بحنيفة اختلاف فالحكم أنه لا يراعي النصاف في الحبوب فهو يسكي القليل الكثير ومنها قال وراء مالك ومن وفق أنها متقاربة المنافع مثل الزهب الجيد والردي والضأن والمعس والبغت والعراب فمنافع القمح والشعير والسلط متقاربة ولا ينفق بعضها عن بعض بالمنبط والمحصد والأضر عند تعلي ذلك بتشابه الحنطة والسلط في الصورة والمنفع وهم أقرب تشابها من الحنطة والعدس وقد سلم لنا المخالف العودس في الزمن وتسليم السلط وألحق بالشعير فإن الأمة على قولين الثلاثة صنف واحد أو أصناف مختلفة ومنقر السلط والحنطة صنف والشعير صنف ثاني فقد خالف المجمع فإذا ثبت ذلك فالزكاة مبنية على المواساة فإذا قصر صنف عن احتمالها وعندها وصنف منفعته مع المقصر والذي قصر واحدة ومقصودهما سواء فبلغ جميعا قدرا يحملوا المواساة وهو النصاب جمع جمعا واحتمل المواساة ولا ينظر إلى اختلاف الأسماء مع اتفاق المنافع هذا كلامه فيه شيء من النظر على التعليل يعني الحقيقة أنه فعل ذلك من ناحية النظر قال لما اتحدت الثمرة ولما كانت المنافع متقاربة قال المجاور يخص حكم المجاور فيضم جنسه بعضه إلى بعض وصلاح الراجع اختلاف الأسماء الاختلاف الأحكام والصور يقول فإذا القول الجمهور أرجح من قول مالك في أنه لا يجمع قال وكذلك القطنية في صنف واحد يقصد بذلك العدس واللبيا والفصولية والجربان والترمس والحمص يقول كل واحد فيجمع وهذا أيضا عجيب لأنه أسماء مختلفة وهو الأشكال مختلفة وقد تكون منافع أيضا على وزن ما قال مختلفة يعني هو يقول وكذلك الزبيب كله أسود وأحمره فإذا قاطف الرجل منه خمسة أوصة قادمة في الزكاة فإن يملك ذلك فلا زكاة فيه لنقص عن الانصطاب وكذلك القطنية وصنف واحد كلها بالزكاة يجمعه بعضها إلى بعض مثل الحنطة والتمر والذبيب كل واحد منها الصنف وإن نختلف أسماؤها والوانو وهي الناس أجمعه أنه يجمع الطمر إلى الزبيب مختلفين الزبيب له عمل والطمر يعني له فائدة والزبيب له فائدة أخرى يعني في استعمال حتى فيه الناس عندما عملنا الصلطة وغيرها يغيرون يغيرون بين الزبيب وبين الطمر يقول فصلا أصلا يقص عليه الحمص الحمص والعجس واللوبية والجلبان والترمس والبسيليا واللوبية والفصولية وكلما تبت معرفته عند الناس أنها قطنية يعني يقول الكل يجمع الكل يجمع الإقامة والفول والبسيليا البسيليا يعني والترمس وليس من الكرسانة على المدخل فإذا حصد رجل من ذلك خمسة أوصف بخصاء الأول صعي النبي وإن كان المحصود من أصناف القطنية السبعة كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه الزكاة لتقالب المنافع وهذا كلام صراحة فيه نظر فيه نظر جمع أجناس مختلفة جمع أجناس مختلفة بعضه إلى بعض فليس هذا في التأصيل الزكاة وأيضا هذا إجحاف على صحيح بالمال ولأنها أسماء مختلفة ومنافع مختلفة وأشكال مختلفة فكيف يقضم بعضه إلى بعض كما قلنا أن الفضة أيضا لا تجمع إلى الذهب هو يقول بذلك كمان يقول بالفضة تجمع الذهب قال للتقالب المنافع قال أجناس مختلفة عن القطنية والحنطة فيما أخذ من النقط النصارع النصارع التجار المقاضي المدينة بالتجارة وراء من القطنية كلها سنف واحد فأخذ منه الرش راهض من الحنطة والخبيب نصف الرش قال المالك لأن قال القائل كيف يجمع الخطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صادقاتها واحدة ورجل يأخذ أن يشتري ومنها من القطاني اثنين بواحد كأردب بين لوبيا بأردب عدس يادم بيت أي منعجزة وليأخذ من الحنطة أثنين بواحد يادم بيت يعني قال له ألزموه بلازم بأنه يجب له أن يبادل اردب بين باردب من العدس واللوبيا الجبلة لازم بين البابين فإن الذهب والوارد يجمعان في الصدقة وقد يخذ بالدينار أضعفه بعدد من الوارد بيت الصحيحة أنه لا يجمعان الصحيحة أنت قال أنت على تحليم التفاضل فيها حتى يأتي سؤالك فقد يحنوا التفاضل في أشياء وليس جنس واحد في الزكاة وقد يباح وهو جنس واحد كالذهب والفضة في الزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية بالتقارب والمنفعة أنا أقول لابد من الدليل إذا قلنا الملكيين يقولون بتقارب المنفعة لابد يرد عليهم ويقال أين الدليل أين الدليل عادر أين الدليل واختلفت العين رفقة بالفقراء باخلاف البيع بدليل أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسين في البيع كما أشعر له الإمام رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وصدر الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيت قال مالك في النخيل يكون من الرجلين فيجداني منها ثمانية أوسق من التمري للتضع الهم لنقص كل عن عن النصاب في هذا الباب ولذلك قلنا المسألة المسألة هنا أولا كلام مالك في تقارب المنفع الجمهور يخالفونه في ذلك الاختلاف الأصناف الاختلاف الأجناس واختلاف الأشكال واختلاف أيضا الأسماء يقول مالك وإنه كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق والآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك أو أزيد ولم يجد من خمسة أوسق في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة أوسق لبلغ النصاب وليس على لدي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة نعم لأن نوية صلى الله عليه وسلم قال التصريح فيما دون خمسة أوسق صدقة وكذلك العمل في الشبكاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها ألات فيها الزكاة أو النخ يجد يجد أو الكرم يخطف الزبيب يعني فإنه إذا كان رجل كان كل الرجل منهم يجد زمن الطاوي ويخطف من ذلك خمسة أوسق ويحصد حوله من الحنطة فما ضهوها فإن فيه الزكاة لأن النبي قال ليس فيه دون خمسة أوسق صدقة يبقى فيه خمسة أوسق فيها الصدقة خمسة أوسق فعليه فيه إذا 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 حصل خمسة أوسق فلا صدقة وإنما تجب الصدقة عن من بلغ جذياد أو قطاف أو حصاد خمسة أوسق فالمعتبر ملك كل الرجل خاصة وبهذا قال الكفين وأحمد وحجاتهم حديث ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الورق صدقة وهو أصاح ما في الباب وقال شرعيش وكاء في الزرع والذهب والورق والمشاء يزكون زكاة الواحد تجب أن السلطقة يأخذون زكاة من الحوائط الموقوفة على الجماعة وليس في حصة كل واحد منهم ما تجي في الزكاة المسألة في جمع التفارق جمع أن لو حدثت الخلطة والمستان كان شركة فإن الزكاة تكون على الجميع لذكاة شركة فالزكاة تكون على الجميع وليس في حصة كل واحد منهم ما تجي فيه الزكاة والشركاء أولى بهذا المعنى من خلطاء الماشية وأجاب ابن الزرقون بأن زكاة الحالة المقوفة على ملك الواقف وهو واحد ولا كذلك الشركاء انتهى ماء وأما الخلطاء فقد اشعرنا أيضا أن يملك كل نصابا وإنما زكوا الواحد تنزيل لهم منذ ذاته النص وهذا خطأ بين الشركاء كما بين أصل ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يزكون زكاة المال الواحد مدام الخليط كان خليطا صحيحا فهنات زكاة على المالين مع أملان كمال واحد السنة عندنا أن كلما أخرجت زكاة ملاد الأصناف كلها الحنطة والطبرة والحقوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدخاته يا محصادي سنين لأمسكه ثم باعه أنه ليس عليه في ثمانين زكاة حتى يحول على ثماني الحول من يوم باعه يعني أصلا هو لو مسك الحبوب في ليس على زكاة إلا ما أتى فيما أمره الضر على أتحقه يوم حصاديه أما إذا باعه فيكون ثمنه أيضا بزكاة بشرط أن يحول عليه الحول إذا كان أصلت الأصناف من فائدة أو غيرها يعني أصلا بين الكون وصفها فائدة أو غيرها فإنه يستقبل بثمنها الحول وفي الحال أو الحال أنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك لمنزل الأطعامه والحقوب العود يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبقى ذهب أو وارخين فلا تكون عليه بثمانية زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم بعد يعني لو كان ثمنها بلغ نصابا فعليه أن إذا أمسكها وحول عليه أن يزكي عنها فإن اليوم باعها وهذا كان القنية كما قال ولم يكن للتجارة وذلك مفهوم قولي فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حتى إبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي اتعهى به وإن كان محتكرا فإن كان مديرا يدير المال سيبقى البقار كده يدير المال يقلب اسمه يقلب المال مديرا هو ما هو بعد حول من يوم زكاة زكاة كما في المدار يعني هو إذا كان مديرا فإنه ينظر إلى إلى المال الذي برغ نصاب إلى حاجة حول عليه فإنه يزكي يزكي عليه أمن المال الذي الكاسد حتى عود تجارة ملكية لا يرون في الكاسد زكاة إذا هذه جزية مال الزكاة فيه خلاصة الأمر فيه فوق خلاصة الأمر فيه هو أنها لابد أن تكون لها خمسة أواصل هذه المستقل الأولى وهذا نص أصله هو نص حديث النبي وسلم ليس فيما دون خمسة أواصل أواصل صدقة ليس فيما دون خمسة أواصل صدقة والأمر الثاني هو أنه يجمع ما كان نفعه متقارباً هذا خول مالك وهذا خلاف الجمهور الأول إجمع والثاني مالك يخالف الجمهور في ذلك ويرى بأنه عليه زكاة يرى أن زكاة عيدة وصاعدة وليس عليه زكاة في هذا الباب لأن الأسلام مختلفة ولأسلام مختلفة وهذا فلا تجمع المسألة الثالثة هي مسألة الخلطة هو يرى أن البستان إذا كان شركاء فيه كل واحد على حسده وشفعية وجمهور يرون أن البستان كل البستان هم خليط فكل البستان يأخذ منه الزكاة إذا بلغ خمسة أواصل لكن هو بيقول حتى في الخلطة في القلطاء مالك ما يأمر بالزكاة إلا إذا كان مالك لا يأمر بالزكاة إلا إذا كان بلغ كل واحد نصيبه خمسة أواصل يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم